اشتركوا في القناة السلع اللي هو بيحتاجها بأسعار تكون معقولة وهي دي حتكون الطريقة اللي حنقدر نتعامل بيها مع ارتفاعات الأسعار نتلوقتي بنعمل تعاقدات وخاصة فيما يخص اللقوم ويخص الخضروات لأن المواطن عنده مشاكل كتيرة في هذا الأمر بحيث أن تبدأ المجمعات دي ترجع تاني تضخ السلع دي بأسعار تكون أقل بكتير من الأسعار القائمة في السلع لما حتضيف لده بقالين التنوينين في منظومة العيش اللي كان الأستاذ بيسأل عليها العيش المواطن بعد ما حيوفر جزء من استهلاكه في الكرت حيبق عليه نقاط حيروح بيها للبقال التنويني حياخذ السلع أيضا بأقل من تكلفات من سعرها في الأسواق العادية بحدود 15 أو أكتر في المية وبالتالي حتبقى في سلع متاحة في أسعار أسعار نعتمد الآن على أسعار استرشادية ولكن إحنا بندرس الأسعار كل يوم بندرس تحركات الأسعار كل يوم عشان نعرف نتدخل بزيادة المعروض من بعض السلع في بعض الأماكن اللي هي تخفت شوية من الأسعار